وإن تاريخ الحضارة الصينية والعربية يمتد إلى آلاف الصينيين وإن أرادت حضارتين عريقتين مثلهم على التطور والأزدهار معا فإن اللغة هي أهم أداة لذلك لذلك نجد إقبالاً كبيراً من الطلب الصينيين أيضاً على تعلم اللغة العربية ومع إطلاق الرئيس سيتينبهين لمبادرة الحزام والطريق زادت العلاقات الصينية العربية تعمقاً وأنا على ثقة بأن الشباب الصينيين الذين يتعلمون اللغة العربية والشباب العرب الذين يتعلمون اللغة الصينية سيلعبون دوراً إيجابياً وهاماً في تنمية التبادلات الاقتصادية والثقافية بين البلدين عن كيفية تعزيز التبادلات الثقافية والتعلم المتبادل أعتقد أنه من الأهمية بمكان أن يستمر تبادل الطلاب بين الدولتين لدراسة اللغة ونشر ثقافتين من خلال القنوات الإعلامية والتشجيع على ترجمة الكتب والأفلام الوثائقية والأفلام والمسلسلات وغيرها